هو شبيه ومثيل بما حدث منذ يومين ماضيتين في بوابة بريشس في شرق ليبيا والذي راحة بحياتها أكثر من 14 رجل عشكري في هذه بوابة الجرح واحد سواء في المصر على أي حال احنا شكريه جدا ودي طبيعة الشعب الليبي مع الشعب المصري لأننا أشقاء حقيقة يزيح الغمة عن البلد فيها في الآخر يقولي الفضل ضيهتين مش كده لا عايزة راح الشعب بإيه اللي مخطط له في الفترة اللي جاية لغاية 24 يناير لأنه مخطط خطير 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 بقول للشعب المصري اسحى لهذا المخطط هقوله زي ما توصل بالزبط من الجزر منه من 20 إلى 24 يناير وصول 3.5 مليون إخواني من المحافظات القاهرة فرادة وتوزيحهم على الشوارع 2. مجموعات من السواعق تتولى اقتحام التحرير ومجموعة السلاح تشتمك مع الشرطة وتقتحن الدخلية اللجوم على أقسام الشرطة 3. اللجوم على أقسام الشرطة محاصرة الصحف ومسطير ومدينة المنتاج والتشكيق وبصم الدفاع الشعبي لاعتقال الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع التفاصيل يوم 24 يناير الشعب المصري خد بالك اللي حيحصل وان شاء الله ما يحصلش المهار ده المسيرات الاسم تحت اسم الإرادة المصرية الحرة الهدف هزيمة الانقلاب وعودة الشرعية البدة 24 ساعة متوصلة من 8 صباحا يوم 24 ل10 صباحا يوم 25 مسيرة موحدة في كل محافظة في القاهرة على سبيل المثال مش هتكلم على بيت من الكورنيش هتطلع المسيرة من شبرة جاءت حلوان زهابا عيابا قليك مع لحظة وما من الشعب يهموا كلامنا الموخي يستنع شوي من 20 إلى 24 ينايه يأتي الإخوان بوسائل مختلفة سكة حديدة وطبسات فرادة وليسوا جماعات التجمع في المونيب وشبرة الخيمة بحيث يوصل 3 مليون شخص من جميع عباية التنظيم نص مليون قرب مدار التحرير كلام مهم من هذا شعب يعرفه نص مليون فرانسيس 100 ألف يروحوا لمحكمة دستورية 100 ألف وزارة الدفاع والخليفة الممين 100 ألف يروحوا طريق المطار 100 ألف يروحوا قصير قصير متحديا 100 ألف يروحوا المدينة الإعلامية 100 ألف يطاقهم لا أتمنى أتمنى عشان الناس تعرف إيه المستهدفين له ثم إصدار بيانه كلام ديهم كام 14 ناية يناشد الأطراف بتدارك الموقف والإطاحة بالنظام القايم ثم يوقف ما يسمى بالتحالف مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي تاتيست ما زى بعد العودة بعد عودتهم يوم 25 حيحصل إيه؟ في المخاطر بتاعتنظيم الدولة مع تركيا وقطع وأمريكا والإخوان اللي إينه في حالة عدم الاستجابة للمطالب وهذا أمر طبيعي يحصل إيه واحد افتعال أحداث تموهية تموهية لإرهاق الأجلزة الأمنية مثل محاصلة السفراء ومؤسسات أخرى واشتباكات محددة في عدة أباكن حاجة التالية الساعة 8 الصباح لابتحام التحرير بعناصر منعزلة يحملون بعض الأدوات مثل الماء المخلوط بمادة حارقة يتراشع على جنود الشرطة وتتسبب في عدم الرؤية من اثنين لأربعة ساعة ثم صلاحيك مهربة لمن في الصفوف الأمامية للتعامل مع الشرطة وكل من يتصدى للمسيرة وقبل وصولها وبما يربط الشرطة عن التصدق المسيرة ويأخذون السلاح لانتزعونه من الجنود قصصا بندخية الغاز تلاتة جميع الغاز تتولى كشفة الإخوان رضي تحركات الشرطة والجيش من العمر ومنع وصولهم للتحرير أربع توزيع كمامات بالفح تحمل الحماية من غاز الشرطة نيجي لبقى دا الجول كل دا الجزء العهم الجزء التالي اختحام وزارة الداخلية بقصة الصاخة الإخوان والقبض على كل من فيه وبسقود الداخلية سيأسفر اختحام باقي مدريات الأم وأقسام الشرطة الرمز سات فهمتوا إزاي؟ باقي أقسام الشرطة السيطرة على كل المواقع الصحفية واختحام مدينة الإنتاج الإعلامي والقبض على الإعلاميين تبص الجزيرة والأعنادون أخبار عن الهيار الشرطة يوم ستة عشرين ينامي يوم خمسة عشرين ستة عشرين عسيان مدني إجباري يشمل اقتحام المحكمة الجسرية وتعطيل وسائل الإعلامي ومحاسرة سفارة إسرائيل والتحفظ على مجلس الوزراء والقبض على ربوز النظام وتشكيل محكمة ثورية تتحرك المسيرات على مدار 72 ساعة اليوم التالي بولا توقف مع تأثير دوبريات من الإخوان بهدف إنهاك الجيش والشرطة يتواكب مع ذلك تحريك عناصر إخوانية من ليبيا ترتدي ملابس الجيش السامي عليها والنبي ثم تدربها تم تدربها في مصراطة ترتدي زي الجيش المصري لمطروح للحاء بوجود انشقاء في قوات الجيش مع تحريك جماعات مسلحة من السودان وزيادة الأعمال الإرهابية في سينة بدفع ناصر من حماس وغيش الإسلام إلى شمال سينة وغزة وبيقولوا هذا يتطلب التنسيق مع الاتلافات الثورية ستة إبريل وغيرها للمشاركة الباك النظامة في المدارس والجامعات والعمل على تعطيل المواصلات مشر قواعم سوداء من قضاء والإعلامين الترويج لشيطانة الدشتور اتلاق شعاعات تزعم بقتل واعبقان ضباط نحن تلقى دماغ عايزين عليه الضربات اللي السباقية زي ما حضرتك قلت في بداية الحديث حضرتك هارفينش ميعا لا حضرتك معين يعني خلاص وارجو من كل اللي جاب بكلمتين المخطط ده مع تصريحات ستة إبريل بالأمس أنا هدد خريطة الطريق الآن هل يعني أنها بدأت تدخل على الخط مع الإخوارات مخطط داخل شكرا بالسيادة هيا هدخل حاجة واحدة هو بين يغربهم ويندربهم وينوهم مش في فريتم هاوس مش في شربيا مش في لندن في أخير من التغيير مش في الدوحة والشكات اللي بتيجي لهم من مين مش من أمريكا قلب مش معروف الشعب يعرف حديث حضرتك يعني موسمر بصراحة وأكيد هيكون لنا لقاءات تجلى كتير على الهوى في المرحلة اللي جاية لأن المرحلة اللي جاية ممكن نزهر فيها أحداث كتيرة جدا ونبقى بيحتاجين إن احنا نعرف خيوطها مش بس كبيرا بادري بادري والضربات الاستباقية ذات حضرتك ذكرت أشكرا جزيل أشكر سيادة حسين مسويلا الخبير العسكري والاستراتيجي على هذا اللقاء شو هالحالة تكسيت ومشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة لكم كل التحية من الخاهرة وطبعات مستمرة على شاشة اللي للأخبار شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة